تفقد رئيس مجلس الوزراء مصفى مدبولي مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام كما تفقد عددا من المشروعات السياحية بالمدينة وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة المراحل النهائية للموقف التنفيذي لجميع عناصر مشروع تطوير موقع التجل الأعظم فوق أرض السلام تمهيدا لافتتاحه على النحو الذي يتنسب مع قيمته التاريخية والثقافية حيث يتم تنفيذه بتكليف ومتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتح السيسي سعيا لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية هذا ووجه مدبولي بضرورة العمل على تكثيف العمل وضغط البرنامج الزمني لتنفيذ مختلف متونات المشروع شكرا للمشاهدة